اهلا وسهلا يمين نحكينا في أول أسبوع على الجدل بشأن حذر ارتداء العبائة في المدارس الحكومية ومش أول مرة يرجع الاحديث على مسألة زي المواحدة لكن ملزم مثلا في المدارس الفرنسية من عام 1968 ونكتشفوا قاعدين أنه هالموضوع هذا يطرق بشكل منتظم على جدول العمل السياسي واللي يكون غالبا خلينا نقولوا بدفع من سياسيين يكونوا محافظين وإلا من اليمين المتطرفة ونكتشفوا نجع بكم بعد شوية العام 2017 شكول من السياسيين وقتها والمسؤولين اللي اقترحوا مسألة زي المواحد خلينا نبدأ بوزير التربية جبغي العطال الفرنسي اللي قال أنه تجيبت زي المواحد بشتنطلق في الخليف هدية في بعض المؤسسات التربية لا أستطيع أن تكون على جيدة للمؤسات التربية إلى أن تستخدم العام لا يوجد أن تكن من سياسي المواحدة بشكل منودع ألا تستخدم على كل مشكل حالي والأزي المنزل إلى أن أستخدم العمل وسني أتبه وزن فريد أن أحساسي بإليه أرى احساسي جدًب يوجد فريد علىeri جيدًا من الرسالة في بعض المقاعدة هذه المواحدة أحمقواrac للمسؤولة أشحاني تجيب أن أترقل معي أرفع تستخدم موجودة وأطرقوا بشكل بشكل لطاقة نعمل ما هو يحصل على التدول والمعنى الأولى لتقيم بالتابعة ينرى بالتعجابة وعقول الزجرة للليبانية وعائل خلطة على معروفين الهاصل القومة أفضل قد نحن بالتعجابة بالتعجابة وحيراً أيضاً لديكم أولاً ولكن أردل أن نعمل السابق ببطرة كن يقول لنا فيما يتمorrه القضاء في الخليفة على رقناة تجاربات مع السيح المواحد في بعض المدارس السيح يقول أيضاً في أول اقصر أنا ما نعتقدش أنه زي الموحد في المدارس بيش يكون حل إعجازي وبيش يحل جميع المشاكل المتعلقة بالمضايقات وإلا الفروق الاجتماعية ويقول يلزم نقوم بتجارب ونختبر سير الأمور البارح وبعد ديكلاقاشون متاع وزير التربية الفرنسي فما يوتيوبر فرنسي اسمه ايوغو ديكريب تهبط على القناة يوتيوب متاعه كواليس الحوار متاعه مع رئيس الجمهورية الفرنسية أمانوال مكران واللي هوني يحكي في زادا على أو ينقل ما قالوا رئيس الجمهورية الفرنسي على موقف منا الزي الموحد يوجد ايضاكي يزوجه أمانوال مكران يوجد ايضاكي يوتيوب متاعه لذيهم أمانوال مكران أدى أن يكون تفرين بحرابة لحظة الإشفارة لإنسانات لذيهم في المعارض ولكنه يموتيوب متاعه مع رئيس المفكتاب ويزم تحكم بشكل مفكتابي مع رئيس الجمهورية الفرنسي بشكل مدارسي لأن الأرجم من الإنظار تقول أي خفيفية للأجراء وزرية أخرى في بعض الشوال للملاكس و لكن لا يراء 15 Porزورهية وزر crus تأتي بھی treballارين في بعض الأجازية في الأنظار تماماً وفه Vieخ داختمد به في إلى the Middle East في جيد جيدة للأجال على الأجپسيز까지 إلى المرح ting رب unbelievably م أحاول المترجم جهود لكن بلان, بلان في ان مطعم الانسامة 樂ناية聲 يمكن أن يخذ لن يكمن مع نانيم الشعور لا ي 1600 أم من بإعادتها كايا كونها لا يمكن أن تفذ姐 فيها البدافع يكتب للجوم المبتد أننا سأخذ بها وأنت تحديم الأنسان أحسن الآن سيكوناء المبلغة المünde أن أصحنا نعم جيدة أحسن زوجة أصحناً علي هذه الأسفال وعليناً أنا فر pist Solane كما يعتبر أن المزيد يجب أن يشتفروا بشكل اقتصادي يجب أن يرد الأسعار ويجب أن يضمنوا الأمور وملايين الملايين المصدرين وحتى تليم ذا يقول لك السباح وقت اللي نقوم من تعبش بارشة بش نختار حويجي ديركتما نعرف شنوا بش نلبس نرجعو العام 2017 وكي ما قلنا في أول انتابه اليوم انه مش أول مرة يتطرح موضوع الزي المواحد مثلا فرانسوا فيان رئيس الوزراء الفرنسي السابق 2017 وقت الانتخابة الرئيسية كان مرشح على اليمين وهو ومارين لوبين زيدا زعيمة اليمين المتطرف زعيمة التجامع الوطني هكا حكيو على مسألة الزي المواحد في تونس زيدا عام 2018 تطرح موضوع الزي المواحد وقتها فرانس 24 قامت بروبورتاج في تونس ونقلت بعض الآراء متع تليمفا وأوليه التوينسا بخصوص زي المواحد تصعدت بعض الأصوات مؤخرا في تونس من أجل فرض زي مواحد بالمفهوم المتعرف عليه في بريطانيا لكن هذه الفكرة أثارت جدلا واسعا وانقسم الشارع التونسي بين مؤيد ومعارض عام 2016 في الجزائر زيدا فكرة اللباس ووزي المواحد كانت طرحت في النشرة الرئيسية للأخبار على قناة النهار تربويين دائما يذهب أغلب تلميذ لمؤسستهم التربوية بلباس غير لائق ضاربين حرمة المدرسة عرض الحائط لا مئزر مناسب ولا لباس محتشم فهل هي الفرصة لفرض لباس مواحد كما هو وكما كما الغني كما الفقير وكذلك هذه الصفة الجمالية اللي نشوفه تلميذ يكون ماشيين في الطريق حتى في القسم يكون تلميذ مع تلميذ بلباس دم مواحد يكون هذه الصفة الجمالية تعطي صفة جمالية حتى هو يكون بريبار يروحوا نفسهم اللي راح يقرأ أو راح يتعلم أو راح يعني عندها لباس معين وعندها أخلاق معين اللي راح تكون في المدرسة وهذا الشي اللي ينطمح عليه قبل ما نحكيه ساعة على جدوى الزي المواحد نرجعه على الوضعية في فرنسا كي كل عام أو كل فترة يمكن انتخابية ولا استعدادات الانتخابات يتطرح موضوع الزي المواحد وكأنه فما انتباع من عرش كنت أكدو إياد أنه سيانوتي ولينا نخدمو بيه معناها بش نحضروا معناها الانتخابات بيصور في فرنسا ومعاتها وين فكرة مدرسة الجمهورية لكل دولاري بيبليك عندها موقع جوهري في المشهد السياسي نعرفه اليوم فما صعود كبير لليمين المتطرف شفناه في الانتخابات التشريعية ما زالت الانتخابات الفرنساوية بعيدة هي 2027 ولكن منتوى الناس الكل اللي تحكي كان هذا سورتوه أنه نعرفه ماكرون الدستور الفرنساوي ما يسمحلوش بشي عاود يترشح دونك مسئلة خلافته مطروحة المخاوف من صعود مارين لوبان موجودة عند باقي طيف السياسي دونك فما شكون اللي يعرضها دين فاسان فرنطال فما شكون يقولك لا أحسن حل هو اللي عمله ساركوزي في 2007 ناخذ أفكارها ونحاول نجيب الناخبين ما زال بكري لحديث على الانتخابات الرئاسية في فرنسا هايج نحكيه لجوهر الموضوع زي موحد في المدارس باهل جوش نعطي معلومة فقط بريطانيا إيرلندا اليابان اليابان الصين كندا هدوما تقريبا دول اللي يعتمدوا بنسبة كبيرة ولانه في بريطانيا ولات لزيكول بكيفي زي موحد وبقية المدارس كل مدرسة كيفاش هل انت تشاطر الفكرة حتى في تونس هنا فكرة الزي الموحد ولا خلينا تفقوا ساعة شنو معناتها عليش فكرة الزي الموحد نعرفوا انه الانطلاقة متاعها بدات انه في المدرسة نعرفوا انه الناس الكل ما همش من نفس المستوى الاقتصادي والاجتماعي اي مش هدق الهدف لا لا او في فرنسا مش هدق يعني جاي الفكرة في الاصل كانت هي هاي باش انه ما تكونش فهمة منافسة بين ولد لغلي اللي يلابس سينيا ولبس دي ماركو كل يوم لبسها ولد الفقير اللي ساعاتي نجم يجيب نفس اللبسها اربع مرات في الجمعة انه يكون فهمة زي موحد يخلي هاكي الاحساس بالتفريق هدك يتنحق في فرنسا جانب سياسي ما فيش كلام هي البوليميك اللي تعملت بتاع العيبية سورته الريسك انه المجلس الدستوري ينجم يرفض القرار هذي يعتبره غير دستوري دونك قاعدين يلوجوا على الالترنتيف الجانب الثاني احنا في تونس اخدينا حل وسط اخدينا مسألة التابلية ولا المنديلة اللي كانت على ما نذكر كانت في الابتدائي للبنات الابتدائي الابتدائي ولاد وبنات دونك قاعدنا في الفكرة كانت على الجانب المساويات الاجتماعية وغيرها بعد احنا كنمشيوا للليسي يوليوا كان لبنات برك دونك دخلنا في الفكرة انه لا ريتابلية اللي تغطية جسد الفتاة ماهيش لي الموضوع الجانب الاجتماعي دونك اليوم وضعوا حيزة فيه دي جاء فيه برشة مشاكل اولا فما سعى الناس اللي هما ايديولوجيا رفضين يقولك انت باش تخلق مجتمعات متاع قطيع يترباول كلهم كيف يفصينا اليابان قطيع ايه يقولك الله يقولك فهم مريكيا قطيع شاسم بريطانيا قطيع قطيع ديور في فراسة سوى تويت ستي مش هذال مشكل مشكل بيه كان فرضا طو معاش ما جوبتنيش انت رايك معك بور ولا كونتر ساعة حنافر كش نحكي معك بور ولا كونتر بور ولا كونتر عطيتني فرضياتا ما عطيتنيش رايك انا ما شوف انا انطلقت من الفكرة انو بور ولا كونتر تكون قادرة على تطبيقه مثلا في بلاد كيما توصي لا بجيك بيه انا نظريا بور ولكن عمليا استنيني مش تكون بشي خلصه زي الموحد واضح خلينا في هذي ما يكفيش انو انا نقول الجوسم بور على حاجة ليه قبل التطبيق دولة هي تتكفل بيه مثلا تهي الدولة اليوم انت عرف الصعوبات بتاعها واضح واضح مع المبدأ انت موافق المبدأ ما يقلقنيش انا مع المبدأ موافق موافق كان فاما اجمع بعض بشيكون باها اوكي متفقين زي الموحد دا ما كيفاش بشورو تحيد ما هو زي الموحد بعدش تجيو المشكلة اخرى انا هو زي الموحد دنجري الاولاد وعش شنية معتلا اسكو البنات في شعتيوهم مثلا سرويل ولا البنات جوبات طويل ولا ولا ولاد سريو الشميز ولا سرويل وماريول وشنية الالوان متاحهم معتلا باها شو دخلو في متاهات اخرى هذا عليش قلتلك ما يكفيش انك فقط تكون عندي باها 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 جوب طويل والاخر لا ولدي ما يلبسش سرويل درشنا ولا ماركا درشنا وبايسيني وفرضا انو الدولة عطا تماميلي سمن في وسط العام لا ميزوش يسمين اي ولا دوك انطيحوا في مشاكل وبايه واني جاي بلاش يرجعوه لا يقبلوه لا جاي لابس لبسة اخرى غير زي المواحد لبسة مشاحدش مثلا مثلا ما شعطي واحدة بركة زوز ماكسيمام زوز والي حاب يشري واحدين اخرين فيها معتها الموضوع وضعه حيز التنفيذ عليش احنا في تونس الفكرة مشات في الطابلية ناس كل تحطك الطابلية فوق الملابس على اقل تفرض نوع منه زي المواحد واضح به يعطيك صحة نادية والله كل يوم تطحفنا بمواضيع او كالمثال في رنسا ونحاولو نعمل البروجيكسيون على تونس معتها ممكن ولا زي مواحد احنا تلمد انتاعنا بخطة تخنى في متاهاتها وعندي عوام نسمع فيها لباس غير لائق لباس غير محتشم شبي جينك مقطع شبي مريولك هكاية واخرج من القسم زيدا اي واخترك لبس كسكيت واخترك لبس كسكيت معتها معاش انا كسكيت دولي حاجة عادية جدا معتها ولا خترك مقصيد شعرك زيدا يمين فما كالصغار يقول لك ليه شعره مثلا طويل ليه مش ناخله هو شعره طويل شعره قصير هو تسير الغمارك للأولياء بالحق مابدا موجود نعرف انا نفهمه مزيدا كيف كيف فالابتداء يخلو منحجمه لاحيا صحة نادية